اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وان ظهر متوسط ميدان الخض بمستويات جيدة خلال وديتين يعني عن التوالي حيث سجل ثنائية في الودية الاولى التي انتهت بفوز ناديه بثمنة اهداف لهدف كما شارك في فوز بمباراة ثانية بهدف دون رد ما جعله محل اشادة جماهير والاعلام الواسع وهي معطيات التي دفعت ادارة فريقه الى منحه اهتمام اولوية كابرتين تحسبا لتطور مستواه وحصوله على العروض الافضل للموسم المقبل وكان المدرب تيفانتي منح شارات قيادة لرمز زروقي خلال مبارتين وديتين امام يعني في الواقع ليفازوا فيهم ما يعني انه ينتظر كثيرا من الدول الجزائري المدرب لينتظر كثير من المدرب من اللعاب الجزائري خاصة بعد ان لمس لديه ثقة كبيرة التي اكتسبها بفضل مشاركته مع المنتخب الجزائري في تربص الاخير والذي عرف تألقه اللعاب بشكل لافت ومن جهته يستعد صاحب ال 26 عام لتقديم الافضل ما لديه 23 عام يعني افضل ما لديه في لقاء الودية المقابلات الودية المتبقية في برنامج ناديه خاصة وانا ادارة الفريق الهولوندي برمجت سلسلة قوية وبمستوى تساودي ففي لقاء الودية الموالي يلتقي رفاقاء خريج مدرسة ارزاكس امستردام ارمينيا يعني بالفلاد الالماني يوم 30 من شهر الجاري بعدها في نتيسيا الصاعي الجديد من الدور الايطالي يوم 3 اود المقبل ثم امام لازيو وروما يوم 7 اود على ان تنطلق بعدها البطولة العرضية يوم 14 اود حيث يلتقي تيفانتي منافسه في رونتينا في الجولة الابتتاحية نحن نتمنى ولو ان شاء الله بربنا جاه برك على مكان نحن الله يجعل تبعد عليه الاسابة برك ويجد في المستوى التعالي وخشع له كيكون مورال عندهم ليح يعني المنتخب الوطني الجزائري يجي يعطيك الاضافة هذه اللي نحوس عليها ان شاء الله صحيح اشتركوا في القناة